دشنا وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان محمد الاعتبي مشروع العدادات الذكية ضمن خطة للتحول نحو الرقمية وتبنت وزارة الكهرباء والماء خطة طموحة لتنفيذ هذا المشروع من خلال تركيب حوالي 800 ألف عداد ذكي وتوقيع عقد لتوريد 200 ألف عداد كمرحلة أولى ودع لتأخير الفواتير ودع لتراكم المدينية على المستهلكين بهذه الكلمات صرح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتور مشعال اعتبي خلال تدشين مشروع العدادات الذكية والذي سيساهم في خدمة المستهلكين بالدرجة الأولى بتسهيل أعمالهم ومعرفة استهلاكهم وتوفير الوقت والجهد لهم الآن ودعنا عملية تراكم المبالغ والفواتير القديمة وطريقة القراءة القديمة أصبح الآن المستهلك يستطيع معرفة استهلاكه بشكل سهل وبشكل لحظي من هاتف النقال يقدر يدفع بأي لحظة هناك سيكون أيضا عملية الدفع المسبق سيتم شحن العداد وإذا انتهى المبلغ يقوم المستهلك بشحنه مرة ثانية بمبالغ معينة العدادات تعمل وفق المواصفات والمعايير الموضوعات من قبل وزارة الكهرباء والماء حيث تستهدف هذه المنظومة تركيب 800 ألف عداد ذكي خلال عامين العقد الذي تم توقيعه 200 ألف عداد وأيضا فيه توقيع عقد آخر الذي هو 600 ألف عداد وبذلك نستكمل جميع العدادات في دولة الكويت والتي عددها سيكون 800 ألف عداد وزارة الكهرباء والماء تبنت مشروع العدادات الذكية بهدف تقليص الشكاوى المتعلقة بالفواتير وصرعة إصدارها وتمكين مصادر الطاقة المتجددة بتسهيل ربطها مع المنظومة الكهربائية هو قاعد في دوامة في بيتة في الدوانية في أي مكان فقط علينا يفتح التطبيقات الذكية الخاصة للوزارة ويشوف يدخل العسابة اللي عندها ويشوف الاستهلاك يشوف فاتورته إلى اليوم ويقدر يدفع مباشرة من خلال التطبيق من غير ما يراجع للوزارة ويراجع مراكز خدمات العملاء سيتم العمل على تسريع وطيرة عمليات الاستبدال والتركيب والمتابعة وفق منهجية تعتمد على العنصر الوطنية منظومة العدادات الذكية هي منظومة متكاملة تعمل وفق بروتوكولات عالمية متعارف عليها لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية والمائية وتقديم أفضل الخدمات الرقمية للعملاء مرام حرام تلفزيون دولة الكويت